الله أكبر الله أكبر واحدة من أكبر نعم رب العالمين اللي أوقات كتيرة جداً بنحس بقيمتها بعد ما نفقدها من حياتنا لو تكلمنا عن الستر الستر للأخطاء للعيوب للزلات لكل اللي فات إحنا في حياتنا بنقابل مواقف لنا أو لغيرنا بنكون محتاجين فيها لصفة الستر مواقف دي زي إيه ونتعامل معها إزاي أوقات بقى نشوف في حياتنا تصرفات من نوع الخطأ والزلة لبعض الناس اللي حوالينا وإحنا هنا لما بنتكلم ما بنتكلمش عن سوق ظن ولأن إحنا بنخمن ولا بنأول هو فعلياً حصل منهم الأخطاء دي كلنا بقى بلا استثناء بنكون قدام رد فعلي من الاتنين يا إما الستر أو هاتك الستر ولما نقول ستر فمعناها التخطية والمقصود أن إحنا بنغطي على عورات وزلات الآخرين لكن هاتك الستر معناه إيه؟ إن أنا بدور بفتش وبحاول أوصل لزلات وأخطاء غيري والهدف منها التشهير والهدف منها هاتك ستر الآخرين نسمع بقى كلام من نوعية إيه؟ فلانة اللي هي المفروض بتصلي ومحجبة وقدوة ده عرفوا أنها بتعمل كذا فلان اللي هو المفروض إنسان كويس ومحترم وقدوة للآخرين وبينصح الناس بيعمل واحد اتنين تلاتة كلام ده مش غريب علينا وبنسمعه كتير جداً في حياتنا طب يا ترى سمعنا الأثر اللي بيقول من ستر عورة فكأنما أحيا موقودة أو الله فكأنما أحيا موقودة يعني أنا لما أصطر عورة إنسان أنا أدت له فرصة تانية للحياة أحييت فيه وفيها أن يظهروا للناس بشكل محترم أحييت فيهم فرصة جديدة للتوبة أحييت فيهم أن هم يعيشوا بسلام ويكملوا حياتهم بكل أمان وبكل خير طيب ما أنت ممكن تقول لي وأنا أصطر ليه وهم اللي عملوا الزنب ده يعني هم يعصوا ويزنبوا وأنا روح أصطر إحنا بس محتاجين نفهم حاجة إنه في فرق كبير قوي بين مقترف الخطأ والمجاهر بالخطأ مقترف الخطأ ده اللي هو مين اللي هو أنا وحضرتك وحضرتك وكل ما يطلق عليه إنسان أما المجاهر بالخطأ ده موضوع تاني بقى ده إنسان لا خجل ولا حياء ولا شعور بالزنب ولا استغفار ولا محاولة إصلاح بالعكس ده إنسان شايف إنه تدميره لحياة الآخرين والتشهير بهم ده إنجازات تضاف لحياته فهو اللي بدأ إنه يفتح على نفسه كشف الستر وهدك غطاء ستره لكن الإنسان المذنب والإنسان المقترف للخطأ ده إحنا كلنا عايشين وواقع كلنا بنمارسه اللي هو نغلط ونصحح ونعود لرب العالمين وسيدنا النبي اللهم صلى عليه علمنا كل أمتي معافى إلا المجاهرين يعني كل الخلق في المفروض إنهم في عفو وفي رحمة وفي مغفرة وإحنا مفروض نتصف بالصفات الإلهية دي نعفو ونغفر ونصطر من المجاهرين بقى يا رسول الله قال إن الإنسان يمسي يرتكب معصية ما أو فعل ما ويصبح وقد ستره الله ثم يقول يا فلان فعلت البريحة كذا ويا فلان فعلت البريحة كذا ويا فلان فعلت البريحة كذا فده الإنسان المجاهر اللي هو بيهتك ستر الله عليه أو بيهتك ستر الآخرين والحديث ده يشرحه قوي بشكل جميل جدا الإمام ابن رجب لما يقول أدركت أقواما لم تكن لهم عيوب فتحدثوا في عيوب الآخرين هتك ستر فأحدث الله لهم عيوبا ظهرت لهم عيوب نسي الناس عيوب الآخرين وتكلموا في عيوبه في كده الحالتين الإنسان مجاهر أو حتى مقترف للخطأ بيمارس بشاريته الطبيعية وحياته العادية أنا مش من حقي لا فرح في معصية حد ولا في فضيحة حد ولا من حقي أنه أنا أتكلم وأشهر به فالطبيعي أنه أنا لا أشارك لا في هاتك ستر ولا في ضيحة ولا التشهير بأي إنسان النهار ده خلونا ندخل كده على مواقع الإنترنت ونكتب كلمة فضيحة هللاقي بقى فضيح الممثل الفلاني والممثلة الفلانية اللاعب فلان أكتر نسب مشاهدات بتكون في جزئية الفضيح وإحنا بننسى إن إحنا كلنا بشر وكل إنسان عنده من الأخطاء والعيوب بننسى كمان إنه من ستر مسلما أو أي إنسان ستراه الله ومن هاتك سترا إنسان هاتك الله سترا فلما يكشف عندي وتجيلي لحد عندي مشكلة وهاتك ستر الإنسان ده له حكمة يعني هل أنا دعيت له استغفرت له هل أنا هدعمه كتير بنشوف نفسنا إن إحنا كويسين وصالحين والله يقول حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمانا وهم لا يفتنون يعني إحنا النهار ده محتكى الستر ده للناس علشان هيجي وقت هتكون أنت في نفس الموقف محتاجة الستر ده لأن إحنا بلا استثناء كل ابن آدم خطاء وما فيش إنسان خالي من عيب أو من الزنب الفرق بينه وبين الناس اللي إحنا بنتكلم عليهم إن غطاء الستر اتحرك بس عنهم شوية لكن زي ما أنا بسطر النهار ده أكيد هيجي وقت وأنا يتم علي غطاء الستر نفس المعاملة اللي أنا بقدمها للخلق هي نفس الطريقة اللي بيعملها ليا الخالق سبحانه وتعالى فرب العالمين اسمه الستير يعني مدومة على الستر ربنا بسطرني مرة من بعد مرة الهدف منها أن أنا صلى غلطة من بعد غلطة مش الهدف من مدومة الستر إن أنا أداوم على نفس الخطأ بتاعي يا أيها الإنسان ما غرق بربك الكريم ما تخليش جميل وفضل الستر يدخلك في مرحلة الغرور والتمادي ونسيان وجود الله سبحانه وتعالى لا هو الله ستير علشان أنت تكون دائم الإصلاح ونخلي بالنا إنه مش معنى إن الله ستير إن الله غفور الستر إنه الزنب موجود ولكن تحت غطاء لكن المغفرة معناها التصحيح والإصلاح فمش معنى إن الزنب الله ستره إن الله عفى عني لا محتاج إن أنا صلح محتاج إن أنا صحح طريقي العلاء بن بدر بيقول إن الله لا يعذب يعني مش هشوف حزاب لا في شغلي ولا في حياتي ولا في صحتي ولا في سمعتي ولا في اسمي إن الله لا يعذب قوما يسترون الزنوب نسأل الله أن يعملنا بجميل عفوه وجميل ستره اشتركوا في القناة